ايه بقى حقيقة انه الاهلة هيتم تغريمه او اعقابه بسبب السوبر الماضي في الامارات ماشي هو الصيغة القصة كلها في الصيغة قصة تغريم النادي الاهلي 200 الف دي حقيقة عقوبة او 200 الف درهم عقوبة مفيش عقوبة لانه هو مفيش حاجة يتعامل عليها عقوبة القصة كلها لكنها لم تنشر تفاصيلها فبالتالي خلينا اقولك هي القصة عبارة عن ايه ويمكن انهم بتتقلأ اول مرة هما 200 الف درهم دول بتوعية بالزبط مارسل كولر بعد الاتفاق مع النادي الاهلي على مواعيد معينة الحجز مكان اقامة باسة النادي الاهلي في مباراة السوبر والطيران بتاع النادي الاهلي لامارات جي مارسل كولر راح مغير كل الكلام ده وغير مكان الاقامة وغير الطيران فبالتالي تم تحميل النادي الاهلي قيمة كل هذه التغييرات اللي هي الاقامة بالطيران اللي هم في الاخر توصلوا لصيغة انه تم خصمها مما تقاضى النادي الاهلي 500 الف درهم والنادي الأهلي تقاضى 300 ألف درهم فما فيش العقوبة ولا عقوبة ولا في أزمة لأن الناس كلها ربطتها بالقصة الوقعة وبتاعة الأزمة اللي كانت حصلة في المباراة وأن الحكم كتب حاجة في تقريره ولا حصل أي حاجة ولا في أي قرارات لها علاقة بين أحداث المباراة الصبر من الأساس المتين ألف درهم هي قيمة التغييرات اللي عملها مارسي الكولر تغيير المواعيد حمل للشركة المنظمة تكاليف كتير جدا لأنه غير فندق الإقامة وغير مواعيد السفر فبالتالي تم تغيير الطيران فالمتين ألف درهم دول النادي الأهلي مبلغ بهم مسبقا عظيم